بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين المثل بيقول تعرف فلان اعرفه طب عشرته لا يبقى ما تعرفوش احنا هنتكلم النهاردة عن صلوات القداس الغريغوري عشان كده هنقول تعرف فلان اعرفه طب عشرته ايوة عشرته طب تعرف ايه عنه هو ده اللي هنتكلم عنه من صلوات القداس الغريغوري النهاردة من صلوات الصلح اللي في القداس الغريغوري تلاقوا كل الفيديوهات على البلاي ليست اللي اسمها اجتماع دراسة الكتاب المقدس ليوم الثلاث المرجع بتاعنا هو محاضرات عن لترجية القديس غريغوريوس لنيافة الانبى رفاقيل على الويب سايت ده اللي هو سان مارك ICLS وكتاب اسمه القداس الالهي في الكتاب المقدس الكتاب ده بيربط بين كل كلمات القداس مع الكتاب المقدس القديس غريغوريوس لنيزيانزي او اللهوتي او الكابادوكي او الثيئولوغوس او الناطق بالالهيات هو عاش في القرن الرابع يعني في نفس الفترة تقريبا اللي كان فيها القديس اساناسيوس الرسولي في مصر هو من بلد اسمها كابادوكيا وهي في تركيا وهو من نفس البلد اللي فيها القديس باسيليوس اللي كتب او اللي كتب لنا القداس الباسيلي الوقت ده او الفترة دي الكنيسة كانت بتحارب بدعة اريوس وعدم يعني ايمان اريوس بلهوت الرب يسوع المسيح عشان كده تلاقوا القداس بتاعنا كله مركز على او بيكلم الرب يسوع المسيح الابن الكلمة المتجسد لاجلنا ولاجل خلاصني قديس غريغوريوس عنده كتابات كتير اهمها اللي قدام حضراتكم خمسة واربعين عزة قصائد شعرية وخمس عزات لهوتية وهنا نقول نقطة انه الاباء المعلمين او الاباء اللي معلمين العقيدة ومعلمين الامور اللاهوتية بيكون عندهم حس مرهف بيكون عندهم يعني مشاعر اثناء حياتهم دي كلها وبالتالي هم بيصلوا كتير وبيعيشوا حياة مقدسة طهرى نقية بناء على هذا الامان وبالتالي هم بيقدروا يكتبوا هذه الكلمات بهذه القوة والتعبير القوي وكمان بيبقى لهم اشعار وبيبقى لهم اسجال او حاجات كده ليه لانه هم يعني مرهفين الحس وعندهم مشاعر وده جميل جدا ان احنا نتعامل مع الله ونتعامل في الكنيسة بمشاعر حقيقية وبمشاعر صادقة وبمشاعر كمان تكون يعني روحية في كل قراءتنا وفي كل حضورنا في الكنيسة نبتدي عشان نقرأ او ندرس الصلاة الصلحة في القداز الغريغوري نروح لسفر الخروج صح 3 لما كان موسى قدام العليقة والعليقة كان فيها نار وكان الله بيكلمهم العليقة وقال له تروح تقول لهم اسمي اهيا الذي اهيا اهيا ارسلني اليكم وهو ده اسمي يهوى اله اباكم هذا اسمي الى الابد وهذا ذكري الى دور فدور هي كلمة اهيا اي اكون الذي اكون او انا الكائن ولما الرب يسوع المسيح في لوقة 4 بعد ما ارى وفتح السفر وارى روح السيل الرب علي لانه مسحاني لابشر المساكين واكرز بسنة الرب المقبولة بعد كده بعد الشرح هم ابتدوا يعني يديقوه او يخرجوه من المدينة فاما هو فاجازة في وسطهم ومضى بمعنى انه هو ما خلهمش يقدروا يمسكوه بسبب قوة له تجازة في وسطهم ومضى وبعد كده احد الشرياطين قال له انت اتيت لتهلكنا انا اعرفك من انت انت قدوس الله وبالتالي هنا في شهادة او في حد بيتكلم عن حاجة شف وفي وقت القبض على الرب يسوع المسيح لما جي يهوزا قال لهم انتو بتطلبوا من قاله يسوع النصري قال لهم انا هو بصوا عدد ستة يقول ايه في انجيل يحنى يقول لما قال لهم هذا اني انا هو راجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض اذا هذه الكلمة انا هو او انا الكائن بتعبر عن لهوت الرب يسوع المسيح وفي انجيل يحنى 8 لما كان بيتكلم برضو مع اليهود قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن انا كائن فرفعوا حجارة ليرجموه طب ليه ليه لانه هذه الكلمة تعبر عن لهوت الرب يسوع المسيح اما هو فكتازة في وسطهم ومضى هكذا ليه بنقول كده لانه اول كلمة في صلاة الصلح في القداس الغرغوري ايها الكائن فهنا بنعرف انه الكلمة دي جاية من اساس كتابي زي ما هو قدام حضراتك مقدمة عن كل صلوات الصلح في التلات قداسات القداس البسيلي والقداس الغرغوري والقداس الكرولوسي القداس البسيلي والقداس الكرولوسي موجهين لله الآب اما القداس الغرغوري فموجه لله الابن الكلمة المتجسد هي صلوات تدرع الى الله صلوات بنطلب فيها الله وبالتالي بنعبر فيها عن ان الله خير والبعد عن الله شر الله نور والبعد عن الله ظلام الله حياة والبعد عن الله هو موت صلوات نعلن بها ما نعرفه عن الله من إعلانات الله يعني اللي أعلن لنا نتكلم به اللي عرفناه عن الله من إعلانات نتكلم به ونقوله ومن خلال العشرة معه يعني ده تعبير عن العشرة مع الله زي ما قلنا في المثل تعرف فلان أه أعرفه طب تعرف إيه عنه هو ده اللي احنا بنقوله في صلوات الأداس أو في صلاة الصلو هي صلوات تعلن مصالحة الآب مع البشر عن طريق تجسد الإبن الوحيد وامتلاء الأرض بالسلام السماوي من قبل هذا التجسد فاكرين الملايكة لما في ميلاد الرب ياسوع المسيح قالوا المجد لله العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصرر هي صلوات تسرد طريق الخلاص بدءا من الخلق وده مبدأ الكنيسة إن احنا بنشرح كل إيماننا بدءا من الخلق والسقوط مرورا بالعهد القديم مرورا على الآباء والنموس والأنبياء حتى نصل إلى تجسد الرب ياسوع المسيح من القديسة العزراء مريم والدة الإله هي صلوات تقضنا إلى القبلة المقدسة الرسولية وفي فيديو تعمل عن القبلة المقدسة الرسولية تقدر تلاقيها على نفس البليليست اللي عليها الفيديوهات دي التي تعبر عن فعل تجسد الإبن الوحيد في حياة المؤمنين وهذا الفعل هو فعل يغير حياتنا لأنه يعمل مصلحة عامة ويعمل محبة قلبية بلا رياء وبلا أي خصومة أو منازعة بين كل أفراد الشعب حتى يتقدموا إلى الأسرار المقدسة وبالتالي التقدم للأسرار المقدسة يحتاج أن يكون في هذه المصلحة الشخصية اللي بين كل واحد والتاني ومحبة قلبية بين كل حد والتاني وهو داخل للتناول المقدسة صلوات تجعلنا نستعد بخوف ورعدة للدخول للأسرار المقدسة وبالتالي الموقف مش كما لقوم عادة لا في خوف في رعدة في رهبة في انصحاق في توبة في طلب مغفرة أثناء الدخول إلى الأسرار المقدسة وأنه بنعلن أن المسبح والكنيسة هما لأجل الخطاة التائبين والمجاهدين ضد إغراءات الجسد والعالم والشيطان المعترفين بالخطاياهم والراجين رحمة الله وصلوات الصلحة فيها نعلن ما نؤمن به لنصلي به لنعيش به يعني تكون الإفخارستية في القداس هي أمر بيقود حياتنا بيغير حياتنا بيغير نظرتنا للحياة حشان تكون من خلال الاتحاد بالرب يسوع المسيح من خلال أسرار الكنيسة وطبعا في هذه الصلوات بنعلن دايما وفي كل حياتنا في الكنيسة أن الرب يسوع المسيح هو مخلص الصالح زي ما كنا بنتكلم في اجتماع الثلاث وقلنا احنا بنقرأ الكتاب المقدس عشان نعلن أن الرب يسوع المسيح هو مخلص الصالح احنا بنصلي عشان نعلن أن الرب يسوع المسيح هو مخلص الصالح مخلصي هنا على الأرض مخلصي من الخطيئة مخلصي من كل أعمال ممكن تكون بعيدة عن الله النور والخير والحياة فهو مخلصي الصالح كل واحد يقول كده لنفسه أنا عايش في هذه الحياة وأن الرب يسوع المسيح هو مخلصي الصالح صلاة الصلح من الأداس الغرغوري لو عندك الخلاجي يلا هات الخلاجي تعالى نفتح ونقرأ مع بعض من صلاة الصلح في الأداس الغرغوري أيها الكائن الذي كان ده اللي قلناه قبل كده لو تفتكروا لما قرينا دلوقتي خروج 3 وقرينا يحنى 18 ويحنى 8 أيها الكائن أنت الكائن أنت مصدر الكيان مصدر الكينونة وده بيخلينا دايما نحس أن احنا قدام قوة أو الله له هذه القوة المطمئنة اللي بتطمننا لأنه أنت الكائن أنت صاحب كل قوة وصاحب كل كيان ولما ربنا كان نكلم موسى في خروج 3 زي ما شرحنا هو كان بيكلمه عشان هيروح يقاب الفرعون فإذا كان في فرعون إلا أنه فوق العالي عاليا وأنه هذه القوة التي لله الكائن هي قوة لإلهنا وإحنا جربنا ده في حياتنا فإحنا بنعبر عندها في الصلاة الذي كان والدائم إلى الأبد يعني من قبل العهد القديم ومن قبل الخلق أنت الكائن أنت الذي كان أنت الدائم إلى الأبد وهنا بيقول وزي ما هنشرح في كلمة الزاتي الزاتي يعني الأزلي يعني من نفس الزات الآب وبالتالي أنت الكائن الزاتي الأزلي فأنت واحد مع الآب في الجوهة هومو أوسيوس نفس الكلمة اللي موجودة في قانون الإيمان أنت الإبن الواحد مع الآب في الجوهة هي كلمة المساوي الواحد مع الآب في الجوهة المساوي للآب في الأزلية ومن نفس جوهره وطبعاً تيجي كلمة الجليس اللي هي معناها الموجود والقائم برضو قبل الخلق وقبل كل وجود وطبعاً كلمة الزاتي يعني كائن بذاته بكائن بكيانه وبالتالي هو مصدر كل هذا مصدر كل كينونه وطبعاً كل شيء تحت قيادة هذا الكائن اللي هو الإبن الكلمة فكل شيء لأنك أنت ضابط الكل وبعد كده الخالق معه الخالق الشريك مع الآب الترجمة الأصحة هو الخالق مع الآب زي ما قلنا وشرحنا في الفيديوهات القبل كده الآب يريد أثناء الخلق الآب يريد والإبن يخلق والروح القدس يعطي حياتي إذن هو تدبير ثالوسي في كلمة أو في تعبير أو في شرح موضوع الخلق الذي من أجل الصلاح وحده من أجل صلاحك وحده والصلاح هو كمال الخيرية وكمال المحبة وكمال العمل الصالح وكمال الرؤية من أجل الصلاح وحده من أجل صلاحك وحده ليس من أجل من أجل أي شيء آخر كونت الإنسان يعني خلقت الإنسان مما لم يكن يعني خلقته من العدم يعني ما كانش فيه مادة موجودة قبل كده وإنت خلقت منها إنما أنت خلقت من العدم وهي دي قدرة الله يمكن أي حد إنسان على الأرض يقدر يخلق من مادة موجودة مش يقدر يخلق سوري يقدر يصنع من مادة موجودة زي النجار يصنع من الخشب زي الحداد يصنع من الحديد زي النحات يقدر ينحد في الصخ يبقى في مادة موجودة ولكن ولكن الله يخلق من العدم لأنه دي قدرة الله وهو ده صفة مميزة لله أنه يخلق من العدم وبالتالي لما الرب يسوع المسيح تجسد وأثناء ما قدمه لي أو أثناء مقابل المولود أعمى منذ مولادته وراح خلق له عنين هو هنا بيثبت في هذا الوقت أني أنا الخالق إذن هو خالق من العدم وبالتالي هو يقدر في تجسده يخلق عينين للمولود أعمى وفي نفس الوقت هو الخالق فلما يموت لعازر ويروح للأبر ويعود أربعة يام هو الوحيد القادر أن يقيم لعازر من الأموات لأنه هو الخالق أصلا لكل هذه البشرية إذن بنعلن في الأداس الإلهي أو بنعلن في الصلاة بتاعتنا إيماننا بأن الإبن الوحيد هو موجود قبل الخلق وخالق حتى لو لم يخلق ولكن وهو خلق الخلق وخلق كل هذا الكون والعالم والبشر مما لم يكن وهنا الله يخلق لكل الخليق وفي نفس الوقت يعطي الإنسان ميزة خاصة هي ميزة الخلق على الصورة والمثال وكمان يجعله في فردوس النعيم إذن في فرق بين كل الخليقة وبين الإنسان الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله والإنسان هو جعل في فردوس النعيم والإنسان هو المتسلط على الخليقة أو هو كاهن الله على الخليقة وعندما سقط الإنسان بغواية الحية أو بغواية العدو ومخالفة الوصية يعني كان فيه وصية وهو الإنسان بس لأخذ الوصية لأن الإنسان هو اللي على صورة الله ومثاله إلا أن الإنسان في هذه الوصية سقط أكل من الشجرة وسقر طيب هل الله يتركه؟ لا الله صالح الله صالح ولا يبخل بصلاحه على أحد صالح يعني كمال الخير يعني كمال الخدمة كمال الغفران وبالتالي لما الإنسان أخطأ وخالف الوصية فتشوهت صورة الإنسان وتشوه عن الصورة اللي كان الله خلقه عليها أراد الله أن يجدده ويرده إلى الردبة الأولى أراد الله أن يجدده يجدد الطبيعة دي من تاني ويرده إلى الردبة الأولى عشان كده لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا نبي اعتمنته على خلصنا لأنه ولا واحد فيهم يقدر يخلصنا ولكن اللي يخلق هو اللي يخلص عشان كده زي ما بنقول أن أنا لو اشتريت أي جهاز والجهاز ده من الشركة معينة أنا عايز أصلاحه ويبقى روح للشركة اللي صنعت هذا الجهاز ولاظرا لأن الله صالح لا يبخل على خلقته بالصلاح حتى لو الخلقة أخطت أو سقطت في عدم تنفيذ الوصيل أردت أن تجدده وترده إلى ردبته الأولى وإذن في تجسد المسيح إحنا بنترد للردبة الأولى فبالتالي ده بيرفع من قيمتنا وبيرفع من نظرتنا للحياة نتيجة أن الله صالح ويريد أن يردنا إلى الردبة الأولى عشان كده بل أنت بغير استحالة يعني أنت لم تتغير طبيعتك لم تتغير كلمة استحالة هنا بغير تغيير أنت بغير تغيير لم تتغير طبيعتك بل تجسدت وتأنست يعني أخدت طبيعة بشرية كاملة تجسدت يعني أصبح في جسد وتأنست يعني أخدت طبيعة بشرية كاملة وبالتالي النور جه النور جه في تجسد الرب يسوع المسيح عشان كده بنسمي العدراء أم النور ليه؟ لأنه من تجسد الابن الوحيد وتأنسه نسمي العدراء أم النور لأنه النور جه في تجسد الابن الوحيد لأنه الإنسان في السقوط انفصل عن الله ولكن في التجسد وفي اتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية يرجع النور تاني ويرجع الاتحاد تاني بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية ده اللي كمان بنقوله في صلاة الصلحة في الأداس البسيلي يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور إبقى كان فيه موت وفيه ظهور هدمه هدم الموت الظهور هدم الموت اللي عايش فيه الإنسان بالظهور المحي الظهور المحي المحي يعني عكس الموت وبالتالي هذا الظهور المحي يغلب الموت ويغلب العداوة القديمة ويغلب كل عداوة قديمة بين بني البشر الظهور الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شبهتنا في كل شيء في طبعتنا البشرية ما خلى الخطيئة وحدها لأن الخطيئة لا تقترب من الله الله أكبر وأبعد وأنقى من كل خطيئة الخطيئة لا تقترب منه وهو شبهنا في الطبيعة البشرية ما خلى الخطيئة وحدها وصرت لنا وسيطا لدى الآب بسبب هذه المشاركة أو هذا الاتحاد بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية صرت لنا وسيطا لدى الآب عن طريق الرب يسوع المسيح بنحس بقرب الرب يسوع المسيح مننا لأنه صار لنا وسيطا لدى الآب الحاجز المتوسط نقطه حاجز العداوة والانفصال بين اليهود والأمم بين أي شعوب وبعض هذا الحاجز انفصل أو نقطه خلاص العداوة القديمة الموت هدمته أصلحت الأرديين مع السمائيين أصبح لنا سكة بين الأرض والسماء زي ما هيقول برضو دلوقتي في القداس الغريغوري وجعلت الاثنين واحدا أي اتنين يقدروا يكونوا واحد بعد هذا التجسد الزوج والزوجة الأسرة مع بعض اليهود والأمم أي اتنين كانوا مختلفين بعد قبل تجسد الرب يسوع المسيح يتحدوا تاني بسبب الإيمان بتجسد الرب يسوع المسيح وأكملت التدبير بالجسد أكملت تدبير تجسدك أكملت عن طريق تجسدك أكملت بالجسد وهي كلمة التدبير كلمة مهمة التدبير الإلهي أو تدبير الخلاص وأكملت هذا التدبير بالجسد خلال حياة الرب يسوع المسيح على الأرض اللي شملت كل اللي قلناه قبل كده من لحظة البشارة بعد كده الميلاد بعد كده النمو بكشبه البشر بعد كده المعمودية بعد كده المعمودية على إيد يحنى المعمدان بعد كده ابتدت الخدمة ابتدى الخدمة والتعليم والأمثال والمعجزات والشروحات والكلام مع الفرسيين واليهود والكلام مع كل الناس اللي تقابل معهم ثم بعد كده الدخول ملكا إلى أرشالين في أحد الشعانين ثم بعد كده غسيل الأرجل وخميس العهد والجمعة الكبيرة والموت والصلب والموت والقبر والقيامة والصعود كل ده أكملته بالجسد وعند صعودك إلى السموات جسديا استملأ الكل بلهوتك قريدي أنت تملأ الكل بلهوتك يعني الله في تجسده ما سبش السماء الكون كله مملوء بلهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القدسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا أنعم به علينا يا سيدنا يعني في كل تجسده كان الهم الأكبر أنه هذا التجسد يخلق سلام في العالم أعطيكم سلامي هذا أنا أعن به علينا طهرنا من كل دنس من كل غش من كل رياء من كل شر من كل مكيدة من تسكار الشر الملبز الموت يعني لا نفتكر الشر ولا نفكر في الشر ولا نفكر في الخطيئ ولكن نفكر في اللي أخدناه من المسيح نفكر في خدنا إيه من المسيح خدنا إيه من تجسد المسيح وبالتالي ننتصر على كل خطيانا وشرورنا ومشاكلنا بسبب اللي أخدناه لأنه كل ما هنفتكر في الشر والخطيئة كل ما هيكون ده ملبس للموت وبيرجعنا تاني للموت مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل يعني حق ولازم ولائق وواجب يعني لائق وواجب دي الترجمة الأجمل هنا حق ولازم ولائق وواجب أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك بسبب كل اللي عملته أيها الواحد وحده الحقيقي مفيش حد يقدر يعمل اللي الله عمله لنا أنت محب البشر أنت فيلانيثروبي زكساسي فيلانيثروبي بسبب صلاحك أنت محب البشر الذي لا ينطق به لا ينطق بمحبتك للبشر أنت غير المرء يعني محدش كان يشوفك فاكرين في العهد القديم من يراني ويعيش ولكن في العهد الجديد الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبه غير المحوى ما فيش حاجة تقدر تحتويك غير المبتد ما فيش حاجة ما عندكش وقت للبداية ولكن أنت موجود قبل الأزل زي ما بنقول في قانون الإيمان أنه الرب يسوع المسيح أو الإبن الكلمة له ميلادان ميلاد أزلي وميلاد من القديسة العزراء مريم ومن الروح القدس الأبدي يعني أنت للأبد غير الزمني لا يحدك زمن لا يحد الذي لا يحد غير المفحوص يعني نحن نحن بنعرف اللي أعلن لنا ولكن نحن ما نقدرش نعرف كل حاجة غير المفحوص ما نقدرش نفحص كل حاجة ولكن نعرف ما أعلن لنا غير المستحيل يعني غير المتغير خالق الكل مخلص الجميع غافر خطيانا ومنقص حياتنا من الفساد ومكللنا بالمراحم والرأفاء كل الصفات اللي بنقولها دي صفات أساسية عشان كده بنقول دايما وإحنا بنصلي الأداس تعرف فلان أيوة أعرف أيوة إحنا بنقول الصفات اللي إحنا اختبرناها عن الله وبالتالي إحنا بنقول عشرتنا عن الله أو عن الرب يسوع المسيح في تجسده لأنه يخلصنا لأنه يغفر لنا خطيانا لأنه ينقذنا من الفساد ويكللنا بالمراحم والرأفاء بسبب تجسده وبسبب كل ما قدمه لنا أنت تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة يباركك الرؤساء والأرباب يعني كل الكائنات التانية سواء ملائكة أو عروش أو سيادات كلها تنطق بمجدك وتنطق بكرمتك وترسل لك الكرامة إحنا كمان هننطق بمجدك ونرسل لك الكرامة عشان كده قلنا أنه وقت الأداس هو وقت خشوع وقت تركيز ألوف ألوف وقوف قدامك ربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئيين ويسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا يبقى إحنا هنا وقفين قدام القدرة الكبيرة لإلهنا بنتكلم قدام هذه القدرة العظيمة لإلهنا فإحنا بنثبت أو بنعلن هذه القدرة وكمان بنيجي نطلب كمان طلبتنا الشخصية فإحنا بنقول اللي احنا عارفينه وبنقول عشرتنا مع الرب يسوع المسيح وكمان بنطلب في طلبتنا الخاصة أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق دي اللي موجودة في قانون الإيمان الإبن الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب يعني البشرية في العهد القديم سواء كانت يهود أو أمم ما كانوا شايفين أن الله هو أب لكن في العهد الجديد أعلن لنا أن الله أب لما سألوا الرب يسوع المسيح عايزين نتعلم نصلي قال لهم قولوا أبانا الذي في السماوات يعني هو في أحد أسباب تجسده أن يخلينا ندرك أن الله أبونا أن الله هو أب أظهر لنا نور الآب يعني في نور ظهر في تجسد الإبن الوحيد يعلن لنا أن الله هو أب والآيات كتيرة قوي في الكتاب المقدس بيتكلم عن أن الله هو أب وبالتالي مهما كانت مشكلتي في حياتي يعني الكلام هنا بيقول أنه مهما كانت مشكلتي في حياتي ومهما كانت مشاكلنا في حياتنا إلا أنه لنا أب وهذا الأب ويهمه خلصنا ويهمه أبديتنا ويهمه مصلحتنا وهو هذا الأب هو صالح ولا يبخل على أولاده بأي صلاح وبأي حاجة لا يبخل بيها على أبنائه الذي أنعم لنا بمعرفة الروح القدس الحقيقية يعني في نعمة أخذناها كمان هي أن نعرف الروح القدس أن يعمل فينا الروح القدس أن نصدق تجسد الابن الوحيد بعمل الروح القدس فينا هي دي المعرفة الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة هو الإفخارستية القدس والإفخارستية وأسرار الكنيسة طبعا هنا بنتكلم على الإفخارستية بتركيز هو سر الحياة هو سر أن نأخذ الحياة ونعيش بهذه الحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسرين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافين يعني إحنا أصبح لنا نقدر نسبح زي السيرافين ويكمل القدس فنبارك أظمتك مع كل القوات السمائية أنت هو القيام حولك الشيروبين والسيرافين ويكمل لكن هما بيرسلوا تسبحة أنهي تسبحة اللي بيرسلوها تسبحة الغلبة والخلاصة الذي لنا يعني الملائكة والشيروبين والسيرافين الغلبة والخلاص لنا إحنا للبشر بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون ويصرقون ويصوتون فالشعب يرد ويقول قدوس 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 رب السبقوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك المقدس إذن الصلاة في القداس أو الصلاة الصلح في القداس الجرغوري بتنقلنا كأنها رفعتنا أو إحنا دخلنا السماء زي ما قولنا قبل كده أن القداس هو لمحة من السماء طيب الكلام ده موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد لما في صفر أشعية ستة طار واحد من الصرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المسبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيئتك ودين ابوة عن الإفخارستيا إن الجمرة بتمس أو تمس الفم أو بناخد في الفم هذه الجمرة فتكون هي لانتزاع الإسم وللتكفير عن الخطيئة هي ده المعنى أو هو ده اللي بيدهلنا المعنى من سفر أشعية وكمان في سفر الرؤية نلاقي نفس الكلام يعني القداس زي ما قلتلكم القداس جاي بالكلام من الكتاب المقدس إنه الأربع حيوانات غير المتجسدين بيقولوا قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويقولوا أنت مستحق أن تأخذ المد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت وبرضو موجودة في إصحاح واحد من سفر الرؤية أنا هو الألف والياء الابن الكلمة أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يكون الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء ده مقدمة أو ده أول جزء من صلوات الأداس الغرغوري نختم بالترنيمة الجميلة دي أعطى فرحا لنفسنا تذكار اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح كل أحد يباركك السمائيون والأرضيون أنت وحدك مستحق أن نباركك شايفين الصلوات كلها بتاخد من بعض وبنصلي وبنسبح ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح على عمل التجسد العظيم لإلهنا المجد الدايم في الكنيسة المقدسة والكلمة والرسل والشهد والقدسين من الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر